ليه طاقة سلبية متأكدة من هالشي وجودي جنبه لا أقدر ساعده كتير ضروري حابة تضلي معه؟ لا تحلم إيه سمعي لمعلوماتك يا روحي أنا ما بصدق هذا الحكي كله طبع الحص أنا بعرف شي واحد أكيد من لما تركتي وإجيتي مشان تعيشي هون بها البيت حياته صارت ممتازة هو كتير مبسوط وسعيد وشايفة ما أصار شي بحياته لا أي حادث ولا تأزب بس لما كنتوا مع بعض كان معرض للحوادث بكل يوم وأنا مبسوطة لأنه أمك تشفت الحقيقة لهيك أنا ما عندي وقت لنقاشاتك اللي ما في إلا داعي وقع هالوراقوا تطلعوا وتركي ريشي ما حذرتي إختي وريشي ما رح يتطلقوا لأنه هي بتحبه كتير ريشي ولاكشمي متزوجين من بعض عن حب لهيك هنم بيقرروا شو لازم يصير معهم بعدين خليكي برات الموضوع أنا عم بحكي معك شي عم بحكي مع لاكشمي بس أنا عم بحكي معك أنت إيه لا تحكي لأنك ما بتهميني أبدا بدك تنتبهي ما تحكي مع أختي بهالطريقة انتي تنتبهي لاكشمي لأنك لهلأ ما بتعرفي شو فيني أعملك وإزيكي واسمعي أول شي رح أسعى أنك تخسري شغلك وتشحدي ورح أطلعك من هالبيت رح خلي حياتك كابوس لاكشمي ما رح يكون عندك ولا مصدر رزق ما رح يضللك أي شي ورح خليكي تشحدي وكل شي رح أعمله إني رح أدق اتصال واحد بس لأبي ووقتها رح يشتري البناية كلها ويطلعكم من هون على الشارع وقتها حتصيري فقيرة بس إذا وقعت على هدول وراء لاكشمي رح أضمن لك تاخدي نفقة كبيرة بحيث أنه ما رح ينقصك مصاري لبقية حياتك لهيك فكري منيح وقرر يلا عندك خيارين حبيبتي يا أما بتربحي يا أما بتخسري كل شي هذا ما نوع عدل مستحيل أنت ما فيك كتين ما حدا يدخل بها الموضوع بيني وبين لاكشمي خليني أحكي معه هي اللي رح تطلع واتنيناتها بدنا نفس الشخص بس واحدة فينا بتربح أخسرت اللاب يا لاكشمي وأنا رح أخذ ريشي تعرفي أني ما عم بمزح فيني أعمل أي شي حتى أحصل عليه منيح ما كانت هالبنت قرائبتي كنت رح قطر أتحمل هتافها ماليشكا كل الوقت شو فيها شو حية خطيرة سمعيني أنا أنا يعني أنا برا هاي القصة كلها ما دخلني فيهم ماشي؟ بعدين عن المشكلة اللي بينك وبين لاكشمي ليش؟ أنت مواعشة معه؟ إذا هي ربحت بشي طريقة فأنتي رح تربحي كمان ونفس الشي إذا هي خسرت رح تتشاركوا اللي خسارة سوا لهيك فكري لاكشمي عملي الشي اللي بمصلحتك ما لازمت عندي ولو كنت محلك كنت رح أوقع على هالوراء بلا تردد وما رح فكر بالمرأة يلا لاكشمي لو سمحتي واقعيون لا تجبريني أقول شي ما بدي أقوله وخرب لك حياتك ولازم تعرفي شي مهم لحده تتشجعي أنتي ما عندك أي فرصة لتترجعي لأنه ما ضل عندك شي ميك كان في مشاكل بيني وبين ريشي ونحنا تجاوزناها هلا هلا مو كلهم بس أغلبهم انتي بتعرفي شو بصد موهيك صح؟ اشتركوا في القناة